عام بعد عام تتكرر مأساة هدر مياه السيول الأمطار القادمة من الحدود الإيرانية نحو قرى ناحية قزانيا التابعة لقضاء مندلي في ديالة شرقي العراق مزارعون ناحية انتقدوا عجز السلطات عن خزن هذه المياه والاستفادة منها في فصل الصيف الذي عادة ما يشهد جفافا حادا يعني هسا هذا الماء الفيضة اللي يجدت تجي حرامات يروح شيئا لقبل يروح ما جاي وفرولنا فالسد شبير عملاق سد وخزان لازم إذا مو سد وخزان ما نستفاد من عندها لأنه بس الوحيد انت السد سد غاطس وينترس خلال فيضي يعني يجي انترس ونالك ملائين دي يصرفونه ودين ينظفونه دي انترس فبصراحنا ما جاي نستفاد من عندها والماء دي يروح حذر حرامات وهالي منديد احنا دينا نعاني من الماء نطب من الحكومة المركزية أن يساونا سد وخزان ويوجد في قضاء منديل الحدودي مع ايران سدان احدهما خرج عن الخدمة منذ سنوات بسبب تراكم الاوحال والاطيان في حوضه والثاني لا يكفي لاستيعاب كميات السيول الواردة من الحدود الايرانية وزارة الموارد المائية اعلنت عن عزمها انشاء السدين في واديي نفط وترساق الحدوديين مع ايران بعد اكمال التصاميم والدراسة الجغرافية للمنطقة دون ان تبين الفترة التي يمكن فيها انجازهما حاليا اتجاه الوزارة هو لانشاء سدود حصاد مياه مثل ما ذكرت لك وهذه السدود الحصاد المياه هي ستتم خرجة اللجان على كل الوديان المشتركة بيننا وبين الجانب الايراني واي وادي يصلح لانشاء سد احنا راح نستغله ونستفاد من مياه سيول الامطار اللي وارده به واستفاده من عنده من خلال تعزيز الخطط الزراعية وتعزيز المياه الشرب في عموم المحافظة مشكلة سوء استغلال مياه الامطار والسيول تستمر ويستمر معها هدر المياه دون حلول واضحة او اجراءات عاجلة في الوقت الذي يعاني فيه العراق من اسوأ فترة جفاف في تاريخه وعادة ما يتهم العراق من قبل دول المنبع تركيا وايران بهدر المياه بسبب عزه عن خزنها وتركها لتصب في الخليج الامر الذي يعقد من نجاح مفاوضاته معها لزيادة حصصه المائية وخصوصا خلال فصل الصيف احمد الرسام الحرة ديالة